ما معنى قول الله تعالى فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِلْخَيْرَاتِ بالخيرات نعم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمُنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يقولون هذه أرجى آية في كتاب الله أرجى آية في كتاب الله هذه الآية المقتصد هو المقتصد على الفراير منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات هذا يتزود من النوافل والظالم لنفسه الظالم لنفسه هو المقصر هو المقصر في الطاعة